السلام عليكم كثيرا أتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال اليوم سوف نشارك معكم الدجاج بالطريقة لي معمر ومحمر في الفران سوف نشارك معكم جميع المراحل المبتدئات والطريقة لي وسوف نشارك معكم الخضار الذي رفقتها الدجاجة هذه و جميع المراحل قبل أن ننسى السلام على حبيبنا رسول الله اللهم صل وسلم و أبارك على سيدنا محمد و على أهل سيدنا محمد و نبدأ على بركة الله سوف نأخذ دجاجة لي سوف نشارك معكم غير دجاجة وحدة لا يمكن أن نتوما على حسب عدد الأفراد كما رأيتم معي هنا نأخذ جميع العطرية خرقهم سكين جبير قزبور مع تنوس مقطعين فصوص تومة قزبور حبوب يعني جميع التوابل شوية المصير تقريبا 1-4 مصيرة اللي كان قطعوه هكا يعني جميع التوابل دجاج صافية يا البنت كما تشوفوا معي شوية الزيت و شوية الحامض يعني حامض هكا مصور ذا بغادي نشرملها دبرا الليل هدا يا البنت أنا كما شفتوا معي غسلتها مزيان و خليتها تقريبا جسوية حتى الثلاثة و هي باش نتنشف مزيان من بعد غادي نشرملها عليها تشكل هادا غادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي و غادي نخليها في تلاجة أنا حتى الغدلية ان شاء الله غادي نطيبها بل الناس اللي ما كيكونش عندهم الوقت بززاف ممكن ساعتين الفوقت خليوها هاد الالتجاجة ذا دي لكم مشرمل كما شفتوا معي عندي الفيرميسيل صراحة ندر جوجة ولكن شاطلية ممكن تدروا غير واحدة يعني طريف واحد علاش حتى إلا عندكم دجاجة واحدة كما شفتوا معي اخويت عليه المطيب غادي نخليه على جانب حتى يعني كي يتلق سافي عندي هنا واحد المقلات اللي درت فيها واحد البصلة كبيرة واحد جسو الصغار ديال التوما شوية الخرقوم شوية سكنجبير و شوية لبزا و شوية الملح اوضفت شوية دي القزبور مع تنوس مقطعين شوية دي القزبور حبوب المهم جميع التوابل اللي كتديروا في الجاجة من بعد ذاك الكبدال اللي بنات انا درتها في الماء و واحد ريف ديال الحامض حتى يعني تحيدت من هذه الزفورة ديالها من بعد قطعتها قطعة صغيرة سافي غادي نضيفها لها و المصير بطبيعة الحال كان قطعه تهوى و نضيفه يعني كنخلي هاد المكونات كيتشحر او لهذا البصلة غير كتبط نضيف المصير و نضيف هذه الكبدال اللي اصلا نضيجة طيبة شوية بغا نخليها كتشحر شوية و سافي من بعد ما تشحرت ضفت الفيرميستيل طبيعة الحال اللي قطعتها قبل مقص سافي الضغط ينضيف تهوى حتى كما قلت لكم البنات انا كترت الفيرميستيل صراحة كان يدير غير يعني تريف واحد ولكن المهم انتم انا بيتنقول لكم اشنو كين اللي إلا درتوا غير جاجة واحدة ديروا غير تريف واحد مهم صافي كما شفتوا معي على هذا الشكل هذا كي تشحر ضفت الفيرميستيل غير نحاول ان ذلك الفيرميستيل يدخل في ذلك المكونات من بعد جاجة ديالي هي هادي سوف نأخذها نضيف واحدة تبصيل او الا ايناء او المهم اللي بغيتم تومها من بعد جاجة ديالي كما تشوفوا على هذا الشكل هذا و نحاول ان ندخل هذه الحشوة الداخل كما شفتوا معي على هذا الشكل هذا صراحة هذه الحشوة ممكن تديروا اي حاجة ممكن تضيفوا زيتون خضر شوية مقطعي لكن متوفر انا ممتوفرش ممكن اي اضافة ممكن تضيفوها راها ممكن انا تل اخرية البنات اضفتوا شوية الحار شوية الهريسة اضفتها شوية باش تعطي واحدة نسمة لهذه الحشوة هادي و كما قلت لكم ممكن تضيفوا كفتا ممكن طرف الدجاج المهم اللي متوفر عندكم او اللي بغيتون انتو الحشوة تبقى اختيارية عندي هنا تقريبا واحدة ثلاثة الحبات البصلة اللي طحنتهم مزيلا يعني خليت فيهم واحد شوية بحل شلطهم مزيلا من بعد غاد يناخد الاناء اللي فاشغن طيب او ممكن نديروها في كوكوت او مهم اللي بغيتون انتو غاد ينضيف لي هذيك البصلة يعني غنفرش ذيك البصلة هكا ثلاثة من بعد غاد يناخد دجاجة ديالي غاد ينضيرها فوق هذ البصلة كما شفتوا معي على هات شكل هذا انا سديتها يا البنات سديتها غير بهذا العويض هذا يعني صراحة ما متوفرش عندي الخيط هو اللي متوفر عندكم الخيط تخيطوها وعمل احسن وذكر رجيلاتي البنات تشدوهم بالخيط انا من بعد عاد شديتهم بالخيط حيث شاكي ما قلت لكم الخيط ما كانش متوفر عندي ثلاثة من بعد هنا اضفت شوية المسيّر واحد جوش فصوص ديال التوما يعني نفس المقادير البنات كتديروهم في الدجاجة يعني باش كتشرملوا الدجاجة كتديروهم حتف حتف القميلة في شغل طيب وشوية خارقهم شوية سكين جبير كما شفتوا معي وشوية اللي بزار لا تكتروش بزار باش يجيدك شيء يعني يجيدك شيء السمن تقريبا مع القاة صغيرة عامرة ديال السمن اصلا البنات راح تدجج درت في السمن انا قدر ما شاركتوش معاكم يعني ما شارك ما بانش لكم ولكرا درت شوية السمن في الدجاج ومن بعد اضفت قصبوره مع تنوس تهوما وعندي زعفران اللي كندير في احد الكاس ديال الماء طيب يعني كنخلي هاداك حتى الاخير عاد كنضيفوه وصفي كما شفتوا معايا ضفت الزيت زيت العود ضفت الزيت الرومية وضبت كنضيف زيت العود يعني عينكم ميزانكم اللي بغيتو عدد نصف ونادر هذه القليلة ثم نصف ونصف هذا الجيجة مزيلا أرحبوك بعد ما افضل الجيجة سنزلت القليلة القليلة لذهب الاخرامة عندما قمت بلidge نسب الماء ومع يضurat من الماء نضيف ملحة و ملحة و ملحة و ملحة و مقطعين سوف نشحره جيد و نضيفه و نعطيه و نعطيه و نعطيه و نعطيه و نعطيه بعد أن يضيف الفران و نضيفه بزبدة و الهريسة و نعطيه كالتحمر جيد و نعطيه نقوطك من فران و نفهم بكل كامل و نضيفه و النقوط و نضيفه من ilmec اليوم و نضيفه و نضيفه كبير و نضيفه و نضيفه و ضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه ملحة و هذه المارا قدرته في هذه الزليفات و تتبصيله و تطبيقه في فوقه و تقديمه اختياري و تقدمه اهم شيء يأتي المدق رائع فهذا المدق ايضا و ايضا و ايضا وهذا المدق ايضا و اشتركها معكم كنتمنى اعجبكم هذا الفيديو و لا تنسوا اشتركوا في القناة تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وانطلقوا الفيديو قادم ان شاء الله مع السلامة